والقرآن أيها الإخوة الكرام كتابٌ أنزله الله تبارك وتعالى هدايةً للبشرين وصلاحاً للناس وذكرى للمؤمنين وشفاءً لما في الصدور وضياءً ونورًا وبركةً لمن كان من أهله قال الله تعالى كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتيه أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وهذا الكتاب العظيم أنزله الله تبارك وتعالى لعباده ليكون منهجاً لهم في حياتهم في أخلاقهم في آدابهم في معاملاتهم في تعبدهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائسة رضي الله عنها عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن قالت كان خلقه القرآن ومعنى كلامها رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن أي أن كل ما ترى في القرآن من عبادة وخلق وأدب ومعاملة إلى غير ذلك كل ذلكم اتصف به نبينا عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال فكان أعبد الناس لله وأكثرهم لله خشية وأعظمهم تقوى لله سبحانه وتعالى وأكملهم خلقا وأحسنهم أدبا وأطيبهم معاملا وكل ما في كتاب الله عز وجل من عبادة وخلق وأدب وغير ذلك أتى به وتممه وكمله صلوات الله وسلامه عليه وهذا القرآن هو زاد المؤمنين وروح قلوبهم وعذاء نفوسهم بل إن حياة الإنسان الحقيقية لا تكون إلا بالقرآن الكريم لا يحيى العبد حياة حقيقية إلا بهذا الكتاب العظيم الكتاب المبارك